موسيقى مشاهدي قناة الأخبار المغربية أم فانتكات أهلا بكم في الاقتصادية أطلق البنك والدول حديثا برنامجا لتعزيز السمود والإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث وذلك بالشراكة مع وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية هذا البرنامج ساعد على تعزيز قدرة المغرب على السمود في مواجهة الكوارث الطبيعية وتغير المناخ لأسيما من خلال دعم جهود إعداد استراتيجية وطنية لإدارة مخاطر الكوارث أظهرت بيانات رسمية بريطانية أن معدل التدخم في المملكة المتحدة بلغ أعلى مستوياته خلال 40 عاما في يوليوز مكتب الإحصاءات الوطنية قال إن مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفع إلى 10.1 الشهر الماضي بعدما كان عند 9.4 في يونيو وكان بنك انجلاتيرا قد حذر في وقت سابق هذا الشهر من أن التدخم سيرتفع إلى ما يزيد قليلا عن 13% هذا العام وهو أعلى مستوى له منذ العام 1980 كما توقع أن تدخل البلاد في ركود يستمر حتى أواخر العام 2023 ورفع البنك المركزي سعر الفائد الرئيسي بسفر نقطة فاصل خمسين مئوية أو سفر نقطة مئوية فاصل خمسين ليبلغه واحد في المئة فاصل خمسة وسبعين وهي أكبر زيادة منذ سنة 1995 وقع الرئيس الأمريكي يوجو بايدن على مشروع قانون ضخم بقيمة 750 مليار دولار يهم الرعاية الصحية والضرائب والمناخ ليسجل بذلك انتصارا كبيرا لإدارته والحزب الديمقراطي قبيل انتخابات التجديد النصفي بايدن قال خلال حفلة توقيع قال إن الشعب الأمريكي انتصر وخسرت المصالح الخاصة أو خسرت المصالح الخاصة بفضل هذه الحزمة التشريعية الجديدة أغلق المؤشران دو جونز وستوندرد أند بورز 500 على ارتفاع يوم أمس بدعم من مكاسب لأسهم وولمارت وهم دي بوت وفي حين تراجعت أسهم التكنولوجيا دافعتنا المؤشر ناسدك للانخفاض وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام وهو ما أثر سلبا على أسهم التكنولوجيا وشركات النمو الأخرى نهاية النشرة الاقتصادية لليوم شكرا لكم مشاهدين على طيب المتابعة شكرا لكم شكرا لكم